سأعطيك سؤال الأغنية هل كانوا تزادوا أغنية؟ دعنا ندبه مثلاً لماذا تزاد شي بنت في عائلة غنية لا أستطيع أن تذهب إلى الأغنية لماذا تتبحت على شخص غني مثلاً أنا تتبع عائلة في عائلة كوبا كوبانوس تباركت لهم تركبوا في الطيارة خاصة لديهم شلطن و بلت ماء تركبوا فيلا لم يكن لديهم 20 طنوبيل تركبوا بورش بانكلي فراري أوه ولكن لم يكن تبعوا هذه القصة لهم هم لم يكن تظهروا لم يكن لدينا لأننا عائلة في عائلة كبيرة ولكنهم تعملوا تعملوا في الطيارة وفي الطيارة وفي الطيارة وفي الطيارة لا تطلبوا ما أفهم ما سوف نقوم بقية وفي الطيارة تركبوا مني تحضروا أنا أتكلم مع البناء وفي الطيارة حتى يزخوا لي جوجه أو ثلاثة أو ثلاثة أو خمسة الحمد لله لا تزهروا لي كمية لا تفهم لا تركبوا أن أتكلم يمكنني ان تكمل الموضوع خcreوا focusing وسر زي避 ووجد قيبت وولك أو تتكلم لا بأبع نبدأ ونبدأ هل تقوللي أصبحت تقير أنا، لا أستطيع أن أقول لكم أن أزوجها إذا أعشقت شيء، أستطيع أن أزوجها ولكن أعشقته، أحتاج أن أعشقه بزات لأن حياتي لا أستطيع أن أشاركها مع أي راجل ولكن أنا أعلي مشكلة واحدة لأنني أعتبر أنني ماشي مشكلة ولكن بالنسبة للراجل الذي أريد أن أزوجها سيكون مشكلة كبيرة أنا، نجيكم للصراحة مرحلة أموريس ونعذر معكم نيشان ونعذر معكم بدون سيطارات ونريد حدث ونشرح في الكلام أنا لدي بنية فأنت في عمرها أربع سنوات تخيلني معي، بغير تخيلني معي سأعطيك أبسط العمثيلة ونجد لها البارحة أستطيع أن أشعقها وفي الأيل فجلت لي أن أريد أن أحشقت كنت أعطيتها لأستطيع أن أقول أخذت بالت وحيدة تسليبها، أخذتها من اليوم في الطوال اليوم، فأشفقت فأستطيع أن أعطي إلى أن أخرج أبني أن أقرأتها فأنت أخرج لذلك تجد القنضرة وطلعت لها قليلا وطلعت لها من أول كتابة لم يكن لديها غضيتها وقلت قلت الله يهديك بنتي حبيبتي ماشي مزيان لذا لم يحيي تسليب ويلور أنا ماما لو تخيلوا معي أنا معي شي أحد في الدار ولا شي راجل ولا شي أحد خر ما نقدرش أنا فقط السبب الرئيسي اللي ما خلنيش أنا نزوج مع أنا جوني بزاف دي الفورس دي الزوج بزاف 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 ما أقدرش نقول لكم شحا دي الفورس دي الزوج ما بغيتش نزوج على هاد المشكل هاد عندي ابنية كتبغيت تدور عريانا في الدار كتبغيت نحس بلا سليب كتبغيت تسماعار تدير ما بغات ما نقدرش أني يكون عندي رجل في الدار ويشوف لي يا بنتي ولا لا لا أنا مقدر نزوج في جدي الفورس دي الزوجة 18 عام أو نزوج ولكن عندي شرط وكن نظن أنه حسنش رجل ما يقبل لي بهذا الشرط ولكن أنا ما أعلم عنيش لأنه أصلا ما سنقلبش عليه زواج تسع زواج تسع ما هو زواج تسع هو زواج تسع هو نزوج و أنا و إياك ولكن تكون أنت عايش فقط وأنا عايش فقط أنا أصلا ما هو زواج تسع هو ما هو زواج تسع هو في هولندا أو في بلجيكا أو في أهل المان أو في لندن أو في تاليان فتأفسني ما سنقلب خالدي نحن طبي Millionen يجب بلجيكا ولكنناه مرة تسع نزوج عن زواج انا هنا PJ لكن على زواج وانه نج�� lying وانه نجد لا أستطيع وانه نجد لا أستطيع طيارة ولمن صلisu وهذه هي الطريقة للزواج و كم ضمن حيث يريدون أن يتجد هذا القضية لأن هذا المشكلة توقعي لشيء لم أجد أن أقل لي مكان الأمي يلوح علي أن أفعلها لا يمكن أن أحدهم وغير الأمي ثم أعطيت لهم خطة لأنهم طلبوا من الزواج انهم أنت إنهم كانوا نتجد أن أتزوج بكم فلنذهب نعود لأنهم لا يمكن يدعون لك فهنا لا يمكن أن أتذكر أني نسيئة وانتي ستسكني في قنط وانتي ستسكني في قنط وانتي لا تتعيش فيها انا ديودراسي ولم تتعيش ديودراسي سيريباتر ولم تتعيش ولم تتعيش انا رأينا غريبة انا رأينا غريبة هويلي اسكوزمي فما تبغيوش هذا هو المشكل انت واحد من ايكساتي ولم يقبل لي على هذا الشرط يقول لك إذا ستزوجه سنعيشهم جميعين وانا اخويا لا نستطيع نعيش مجموعة معك تب انتو محكموا واش انا غالطة او فكرة زوينة فكرة اكثر من رأيها انا غير ما نحصل شريك الخيانة اشتاءها نكون معك غير ما نحصل لكش خمتيني حيث لخمتيني بلوك 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 انا ما قدي نعايرك ما قدي نعاير هذا اللي مشيتي معها اسمح لي اللي عنده بحال هادي ويخونها رخص الباب على العصر يعني ما نضيح معك الوقت وانا بكي عليك وانا نقول لك انفو تخني لماذا نتجادل معك لماذا نتجادل معك واذا ماذا لم يمكنك اقول لك انا لم يستطيع ان يقبل لي على هذا الشرط وانا ما نقدر ندخل شيء على ابنتي ولا يعيش معي رجل في الدار ما نقدرش ايه ايه خلينا نخصب شيء على الجروب نكمل البنس على الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة